موسيقى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها صحيفة بريطانية تقول اللاجئون الغرقى قبالة سواحل اليمن لا يجيدون السباحة المشاهد مستشفى في مأرب يصنع أطراف صناعية لضحايا الحرب الحياة خلافات الأرض السياسية هل تنتقل إلى الفضاء بي بي سي مدينة كندية يتحدث سكانها مئة وأربعين لغة موسيقى أهلا بكم أبيان الجريحة تخوض معركة التعافي هكذا يعنون موقع عدن تايم تقريره الخاص حول الحرب في أبيان ضد تنظيم القاعدة وقال الموقع تخوض محافظة أبيان الجريحة غمار معركة الصمود والتعافي في وجه التحديات المترتبة على الحرب ضد الإرهابيين والإنقلابيين طوال السنوات القليلة الماضية وأجمعت أراء أبناء أبيان على صعوبة مهمة النهوض بأبيان وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بدعم واهتمام القيادة السياسية والحكومة اليمنية الشرعية ودول التحالف العربي ومبادرة الجميع في السلطة والمجتمع كل منهم في مجاله للعمل بروح الفريق الواحد من أجل تجاوز كافة العقبات وقال محافظ أبيان اللواء أبو بكر حسين إن أبيان تحتاج لخطة إعمار شاملة بدعم الحكومة والتحالف العربي كونها تعيش تحت الأنقاض و70% من وقوماتها ومنشآتها ومؤسساتها مدمرة بينها البنك المركزي عن واحدة من أكثر الفئات تضررا بالحرب عنوان موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية صيادوا اليمن بين شباك الموت والجوع وقال الموقع إن أكثر من 30 ألف صياد على طول الساحل الغربي فقدوا مصادر دخلهم نتيجة الحرب التي جعلتهم فريسة للبطالة والظروف المعيسية القاسية وقد حصدت أرواح 133 صيادة ودمرت 204 من قوارب الصيادين مادياً ألحقت الحرب خسائر كبيرة في قطاع الصيد البحري بلغت أكثر من 3 مليارات دولار كما تسببت في أضرار مباشرة بمصادر العيش لأكثر من 2.5 مليون شخص في حين بلغ عدد المنشآت المتوقفة أكثر من 50 منشآة ويقول رئيس الاتحاد السمكي في اليمن علي أحمد بن شباك لتزال تصيلنا بين الحين والآخر كشوف بأسماء قتلى من الصيادين تعرضوا للقصف بالخطأ من قبل قوات التحالف أو بألغام بحرية أو برية كثيفة زرعها الإنقلابيون في طرق الصيادين على الشواطئ فضلا عن نهب قواربهم من قبل الحوثيين واستخدامها لمهاجمة سفن التحالف الرئيس هادي وحكومته مطالبون بإعادة صياغة طبيعة العلاقة مع التحالف ليغضو نصيرا للشرعية وتابعا لها لا بديلا عنها ومنقلبا عليها هذا أمر ملح للغاية يجب أن يحدث الآن هكذا بدأت ناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان في مقالها المنشور في عدد من المواقع بينها الموقع بوست وتضيف كرمان في أجزاء من المقال يتعين عليهم أن يقولوا لتحالف بصراحة ودون مواربة إن ما يحدث ليس تحريرا للبلاد ولا بسطا لسلطة الشرعية ما يحدث يعد تقاسما للنفوذ والسيطرة على اليمن مع الانقلابيين وتقويضا مشتركا للشرعية والحلول مكانها كل يفعل ذلك بطريقته باتفاق دون اتفاق لا يهم إذ العبرة بالنتائج التي تفصح بأنهما وجهان لعملة واحدة والآن إذا كانت طلبات الرئيس المطروحة أمام القيادة السعودية بعد استدعاء رئيس حكومته ومحافظ عدن أقل من استلام كل المطارات والموانئ لتغض السيطرة له وحكومته كاملة دون منازع أو تدخل أو إعاقة من التحالف وأقل من الحق في تعيين مختلف القادة العسكريين والأمنيين والمسؤولين المدنيين في جميع المناطق المحررة دون إعاقة أو اعتراض من قبل التحالف وكذلك في جميع المناطق التي سيتم تحريرها مستقبلا وأقل من التوقف عن مساندة أو تقديم الدعم السياسي أو المادي للجماعات والقيادات الرافضة للشرعية ولمشروعها الاتحادي وأقل من التوقف عن إنشاء الميليشيات أو أي تشكيلات عسكرية لا تتبع السلطة الشرعية ولا تدين لها بالولاء وحل ما تم تشكيله من ميليشيات دون علمها ورضاها أقول إذا كانت طلبات الرئيس أقل من ذلك فهو يتنازل عن شرعيته ويفقد مشروعيته يستطيع الرئيس هادي أن يجعل منهم تحالف نصرة الشرعية أو تحالف احتلال اليمن وانقلابا آخرا عليها فمع كل مشروعية يسبغها على سيطرة الإماراتية بإصدار قرارات أملتها عليه أو بالسكوت عن إجراءات يتم اتخاذها لإعاقة نفوذه وسلطته يفقد أضعفا مضاعفة من مشروعيته يحدث ذلك بأسرع مما يتوقع الناس برغم الجوع والخذلان والفاقة ووضأة الحرب وكوارثها ظلوا متمسكين بشرعيته مقابل أن لا يتنازل عن استحقاقاتها ومهامها لأحد وحين يتنازل عنها فسرعان ما سيسحبون اعترافهم ويتدبرون أمورهم ولن يعدموا الحيلة هذا ليس تهديدا أجوثا ولا وعيدا فارغا بل هذا ما سوف يحدث يقول التاريخ اليمن لا تقهر ولا تموت ولا رد لقضائها وحين الأخطار البجودية تكون أشد بأسا وأعظم قوة في العدد الصادر اليوم من صحيفة أخبار اليوم الرئيس يناقش الأوضاع العسكرية والتنموية مع نائبه ورئيس الحكومة ومن صنعاء الراعي يحذر برلمانيين في صنعاء من خطورة انتقاد انتهاكات الحوثيين عنوان آخر الميليشيات تحتجز جوازات ألفي حاج وتعرقل مغادرة آخرين وسياسيا ولد الشيخ يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي الوضع في اليمن يتابع موقع سبتمبر نيت قصة أحد خبراء الألغام الذي انفجر به لغم في وقت سابق لكنه فاجأ زملائه بالحضور مجددا لموزاولة عمله وعنوان الموقع الحارثي لم تمنعه إصابته من العودة لإنقاذ وطنه من الألغام وفي التفاصيل لم تمنع إصابته في انفجار لغم سابق من العودة إلى نزع الألغام مجددا فهو يرى نفسه جنديا لإنقاذ اليمن من هذه الآفة التي خلفتها الميليشيا الإنقلابية في كل مكان وصلت إليه حسين محسن المتعش الحارثي أحد أبطال الجيش الوطني الذين نذروا أنفسهم لتخليص المناطق المحررة من الألغام فهو يرى أن حياة الآخرين هي حياة أخرى له يقول لسبتمبر تعلنت نزع الألغام كي أخلص وطني من شرورها ولن أترك نزعها حتى أقضي عليها أو تقضي علي وعن إصابته قال الموقع كان الحارثي في أحد الأيام بشبوى على موعد مع لغم أرضي تعرض له قبل أن يتمكن مع زملائه من نزعه وتعرض الحارثي لإصابات في أجزاء واسعة من جسده إلا أنه بمجرد أن تمثل للشفاء عاد إلى مهمته في إنقاذ حياة الناس ونزع آفة الموت التي خلفتها الميليشيا الإنقلابية لتهدد حياة الناس يقول الميليشيا الإنقلابية زرعت الموت في كل مكان وإذا لم نبادر لنزع الألغام فنحن أمام كارثة حقيقية قرر الأوروبيون أن الوقت حان لدفن كراهيات التاريخ وخناجره اتخذوا قرارا كبيرا جوهره التفكير في مستقبل أحفادهم بدل الاستمرار في خوض حروب أجدادهم هذا جزء من المقال كتبه غسان شربل في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا صارت الحروب البريطانية الفرنسية المديدة مجرد مادة متروكة في عهدة المؤرخين ومثلها الحروب الألمانية الفرنسية الطاحنة قرر الأوروبيون إنقاذ أطفالهم وأحفادهم من هتلر وأشباهه سر البيت الأوروبي المؤسسات المؤسسات التي تضمن وتحاسب وتخطط وتستبق القضاء المستقل الإدارة الحديثة المتطورة حرية التعبير هذه المؤسسات حالت دون وقوع أوروبا في حروب شبيهة بحروب الماضي الانفجار اليوغوسلافي كان استثناء المؤسسات الأوروبية هي التي سمحت للقارة باستيعاب حدث يعادل حربا عالمية هو انهيار الإمبراطورية السوفياتية كنت أستمع إلى الصديق البريطاني وأفكر في الشرق الأوسط الرهيب وتحديدا في موقع العرب فيه ما تعرضت له بلدان عربية من خسائر بشرية ومادية وتفككات واستباحات يعادل حربا عالمية فضحتنا العواصف نملك دولا مشرحة للتفكك وشعوبا جاهزة للتهجير وانتفاضات قابلة للإجهاد وجيوشا يقل ولاؤها عن الخريطة وإن فاضت أحقادها عنها نملك نساء جاهزات للترمل وأطفالا موعودين باليتم وحدها المؤسسات يمكن أن تنقذنا من هذه الإقامة الطويلة في الجحيم متى تستيقظ شعوبنا وأين جامعاتنا وأين الكتاب والرواد نكاد نستعذب الإقامة في الظلام كالخفافيش نريد التنمية والتقدم والكرامة ونريد مدنا وجامعات وفرص عمل ونريد مؤسسات تخطط وتحاسب شبعنا من الإقامة على رصيف التاريخ نريد الذهاب إلى المستقبل وإنقاذ أحفادنا من مصير أجدادنا لن نغادر الشرق الأوسط الرهيب إذا تمسكنا بخناجر أجدادنا وثاراتهم وعصبياتهم نريد أفكار أخرى مفتوحة على العصر والغد نريد أن نكون أمة طبيعية ومحترمة ولن نغادر عصر الخراب العربي إلا إذا تعلمنا من كارثتنا كما تعلمت أوروبا من كارثتها لا يكفي أن تخلع ثياب جدك يجب أن تخضع أفكارك الموروثة لامتحان العصر لم تسافر إلى المستقبل إن لم تخفف من أثقال العصبيات وشحنات الظلام إتساء الموقع الموقع بوست حول التكتل السياسي الجديد الذي أعلن في القاهرة وقال الموقع تكتل سياسي جديد في اليمن عملية إنقاذ للوضع الراهن أم تطويق للمستقبل وقال الموقع عاد إلى الواجهة مجددا الحديث عن التحالفات السياسية في اليمن بعد حالة من الخمول منذ ثلاث سنوات إثر الإقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي والمخلوع في سبتمبر من العام 2014 ويأتي الحديث عن التكتل السياسي الجديد بعد انحسار دور الأحزاب السياسية خلال المرحلة الماضية ما تسبب بخفوط الصوت المدني وزيادة حالة التعقيد في الأزمة ما جعل الأحزاب السياسية ذات التوجه المدني تتحرك باتجاه تشكيل تحالف سياسي جديد ويرى مراقبون للشأن السياسي اليمني أن ميلاد التكتل الجديد هو بمثابة إعلان وفاة لتحالف اللقاء المشترك الذي يضم بالإضافة إلى الاشتراكي والناصري التجمع اليمنية للإصلاح وحزب البعث العربي الاشتراكي واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق وهناك اختلافات جوهرية بين هذه الأحزاب في موقفها من الانقلاب أو في مواقفها من استعادة الدولة مما اقتضى تشكيل تحالف سياسي للقوى المدنية خاصة أن اللقاء المشترك انتهى فعليا نتيجة عدم اجتماع هيئاته القيادية بما فيها المجلس الأعلى لما يقارب ثلاثة أعوام وفي حين يرى معارض التكتل الجديد أن ميلاده جاء نتيجة ضغوط من قبل بعض القوى الخارجية لعزل حزب الإصلاح يرى مؤيدوه أن ميلاد التكتل يعد ضرورة وطنية لتفعيل العمل المدني من خلال استعادة دور الأحزاب في سبيل القضاء على الانقلاب واستعادة الدولة وإنهاء الحرب إلى موقع المشاهد نت والذي عنون في صفحته الرئيسية مئة طرف صناعي أنتجها مركز الأطراف الصناعية بهيئة مستشفى مأرب قال مدير مركز الأطراف الصناعية في هيئة مستشفى مأرب إن المركز أنتج مئة طرف صناعي منذ افتتاحه في أبريل 2017 وأوضح مدير المركز الدكتور هيثم أحمد أن مركز الأطراف الصناعية وفي المرحلة الأولى أنتج خلال الفترة الماضية قرابة مئة طرف صناعي وتم تركيب الأطراف لمن فقدوا أطرافهم ونالت استحسان الجميع بل وعاد بعض الأفراد لممارسة حياتهم الطبيعية وأكد مدير المركز أنه سيتم شحن الاحتياجات وتجهيزات التكميلية للمركز خلال الأيام القادمة مشيرا إلى أن المركز استقبل مئتين وثمانية وستين حالة تحتاج إلى أطراف سفلية وعلوية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بينما تم تركيب قرابة مئة طرف صناعي وتم تعديل تسعة وثلاثين طرف صناعيا تم تركيبها في أماكن أخرى إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد في صحيفة الجارديان كتب جيسون بيرك من نيروبي في كينيا تقريرا مصغرا حول اللاجئين الذين دفعوا إلى البحر قرب سواحل اليمن وقال في العنوان مهربون ببنادق آلية يجبرون لاجئين على القفز في مياه البحر ويقول بيرك إن مهربين استخدموا الضربة والترهيب والتهديد بإطلاق النار تجبار أكثر من مئة لاجئ بينهم نساء وأطفال لا يعرفون العوم على القفز في البحر الهائج قبلة سواحل اليمن الأسبوع الماضي وأضاف بيرك أن أكثر من خمسين شخصا غرقوا في الحادث الذي يعد الأحدث في سلسلة من الحوادث التي غرق فيها مئات أو ربما الآلاف من اللاجئين وقال أحد الناجين ويدعى عبد الرحمن وهو في الخامسة والعشرين قال لنا المهربون إن الاقتراب من سواحل اليمن أمر خطر لأن السلطات هناك سبق أن ألقت القفض على مهربين وأمرون بالقفز في الماء بدأ البعض بالصياح والصراخ فضربون بالعصي كانوا يملكون سلاحا آليا وكنا نخشاهم وبدأ البعض بالقفز إلى المياه النفط اليمني صراع السيطرة بين الحلفاء يعرق لمحاولات إعادة الإنتاج عنوان لصحيفة العرب الجديد تقول في تفاصيله لتزال الحرب المحتدمة في اليمن تشكل عبءا ثقيلا على النشاط الاقتصادي في ظل توقف إنتاج النفط الذي تعتمد عليه الدولة في رفض خزينتها ومواجهة التزاماتها بشكل رئيسي نهاية العام 2015 ظلت قطاعات النفط اليمنية المتمثلة بقطاع المسيلة في حضر موت وقطاع مأرب والجوف وقطاع الشبوى المتخصص بالغاز خارج اهتمام الحكومة الشرعية منذ أن أعلنت الشركات العاملة في قطاع الغاز والنفط إيقاف العمل ومغادرة البلاد وكانت الشركات الأجنبية العاملة في القطاعات النفطية قبل توقف نشاطها ومغادرة اليمن قد قامت بتسليم القطاعات الإنتاجية في حضر موت إلى السلطة المحلية والنقابات العمالية المحلية في تلك الشركات وقال مظر في قطاع النفط للعرب الجديد من الحكومة أقرت إعادة الإنتاج النفطي في قطاع المسيلة بمحافظة حضر موت بمعدل من 40 إلى 45 ألف برميل يومياً الخناق يشتد على ترامب تحت هذا العنوان كتبت إليزابيث جو مقالها المعاد نشره في صحيفة الغد وقالت في جزء من المقال حتى مع وجود حام جديد يحاول فرض بعض النظام في البيت الأبيض ما يزال رئيس دولاند ترامب في دوامة من المتاعب وقد أدى تنصيب الجنرال المتقاعد جون كيلي الذي كان يشغل منصب وزير الأمن الداخلي في إدارة ترامب سابقاً كرئيس للأركان ليحل محل رئيس بيربوس المخلوع إلى خفض الفوضى الداخلية وحفز المزيد من الانضباط في سلوك ترامب ولكن هذا كله يمكن أن يتغير في أي يوم أو في أي لحظة وقد وضع كيلي حداً للمساعدين الذين كانوا يتوافدون على المكتب البيضوي كلما أرادوا ذلك وكان ترامب يميل إلى تكرار كلام آخر شخص تحدث معه مطالباً بتقديم الأوراق والمذكرات للرئيس أولاً وفي الوقت الحاضر على الأقل تم تخفض عدد وحدة تغريدات الرئيس على تويتر يتوقع مراقب ترامب أنه سيبدأ قريباً في الخداع تحت الانضباط الذي شجعه كيلي فمع فهم كيلي الأنى الهائلة لترامب يقال إنه يشجعه بلطف بدلاً من إرشاده كما يتمتع كيلي بنظرة ترامب العالية للجينرالات لكن ترامب يمكن أن ينزعج من الأخبار التي تثني على كيلي والذي فرض النظام في البيت الأبيض وفي الوقت نفسه انخفضت نتائج استطلاعات الرأي حول شعبية ترامب إلى مستوى أقل من أي وقت مضى وأدنى مستوى لأي رئيس في مثل هذه المرحلة المبكرة في الإدارة وحتى أعضاء حزبه الجمهوري الخاص أخذوا في الابتعاد عنه هل تنتقل صراعاتنا على الأرض إلى الفضاء؟ تقول صحيفة الحياة اللندنية الصراعة على الأرض لا تطيح التعاون في الفضاء وقالت الصحيفة الخلاف في السياسة لا يفسد للتعاون في ملفات أخرى قضية خصوصاً إذا كان التعاون في الفضاء بعيداً عن هموم الأرض ومشاكلها السياسية والعسكرية والاقتصادية وكالة الفضاء الروسية روسكوس موس أكدت أنها تأمل بأن لا يؤثر التوتر الشديد في العلاقات الروسية الغربية في تعاون موسكو مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية وحذر مدير الوكالة الروسية إيغور كوماروف من تأثيرات خطرة في البحوث الكونية في حال انعكست الصراعات السياسية على الأرض على العمل المشترك في الفضاء ونبه إلى أن الشركاء الأمريكيين والأوروبيين يفهمون ذلك تماماً وأي قرارات متسرعة من شأنها أن تعيدنا إلى الوراء والكل يعي أن لدينا مصالح مشتركة في التعاون لأننا نعتمد كثيراً على بعضنا بعضاً سواء في البحث العلمي أو نشاطات المحطة الفضائية الدولية تورينتو المدينة الكندية التي يتحدث سكانها 240 لغة عنها قال موقع شبكة البي بي سي لا تزال مدينة تورينتو أكبر مدينة في كندا تحقق نمواً سكانياً متزايداً بيؤترة تصل إلى أكثر من 100 ألف وافد جديد في العام الواحد لكن مع ذلك لم تغير تلك الزيادة السكانية المستمرة معالم المدينة أو شخصيتها وقد عرفت مدينة تورينتو منذ فترة طويلة بالترحيب بالتعدد الثقافي والتنوع إذ تستخدم 140 لغة في هذه المدينة الكندية والتي حققت استثمارات ضخمة في مجالات عدة أهمها وسائل النقل العام والتكنولوجيا ما يجعل المدينة أكثر جذباً للوافدين الجدد ومركزاً للتكنولوجيا الحديثة تقول أليسا جيمس إحدى سكان تورينتو والصاحبة مدونة للسفر والرحلات على الإنترنت هذه المدينة لا تعطي أسرارها بسهولة أنا أعشق تورينتو وأنت عليك أن تعرفها جيداً حتى تحبها كلاسيكو الأرض كما يحب الأغلبية تسميته بين فريقين ريال مدريد وبرشلونة كان مثيراً وحماسياً وقالت صحيفة القدس العربي لقنا ريال مدريد منافسه التقليدي العنيد برشلونة درساً قاسياً وتغلب عليه ثلاثة واحد في ذهاب كأس السوبر الإسباني ليقطع الريال أكثر من نصف الطريق نحو التتويج بلقب البطولة في بداية فعاليات الموسم الحالي حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي فيما فرض الريال كلمته في الشوط الثاني وأتقدم على برشلونة بهدف من النيران الصديقة حيث سجله جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخمسين تتابع الصحيفة رد برشلونة بهدف التعادل الذي سجله ليونيل ميسي من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة والسبعين قبل أن يحرز رونالدو الذي لعب في الدقيقة الثامنة والخمسين هدف التقدم للريال مجددا في الدقيقة الثمانين ورغم طرد رونالدو في الدقيقة الثانية والثمانين تغلب الريال على النقص العددي في صفوفه وأطلق رصاصة الرحمة على برشلونة بهدف البديل ماركو أسينسيو في الدقيقة التسعين اخترنا لكم مجموعة من أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة العالمية هذا الأسبوع والمنشورة في موقع شبكة البي بي سي نتابع موسيقى 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 اشتركوا في القناة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة